حرامنا عرف كيف تصرخ بس هالذل هالذل التعبود تصرخ انه حرام هيك وردي طناطف حرام والله وردي في راس وردي وردي في راس عاية العقيد استشهد معه في راس حمود يجي عالقاعدة بمكبرات الصوت في راس حمود وصل في راس عقاعدة يهما في يدوب النرفيء وشعلت كله شعلوا عميان لأخلي شعل فؤنه أبيض كله أبيض ورايح كله يدوب شعله يعني ما ما عد في قلاب تعد إرعمال ما عد ما بيروح الشخص خلاص بصير كلهم حكي فاض تزعل على نقطة انه هالأمل عم تربي وتعلم وتدرس والشاب عم يقولك روعة يعني ما يعني تعجز انت توصفه من أدب وإخلاق وكل شي وحتى علم انه بلاحظة بيجي عدوان أميركي قواعد بالبحر المتوسط بتضرب مطار بيروحوا ناس برياء مثل عميد أو حتى في راس ملازم أول يهو بحرق بقلبنا حتى نموت كلنا تضربوا عنه وكل بساطة بتقول هذا عم تحارب الإرهاب كتير يا ليه لأنه أمثال في راس كتروا سواء في راس أو غيروا أو حتى الناس سكان الشعيرات ناموا بالبري يعني يقولوا طلعوا عيال كاملي ناموا بالبري خايفين أنه يضربوا عندهم مساكن في عالم طلعت مثل مهيج راحوا جابوا بطانيات لغطوا الولاد حكي ماعد ماعد ينصف ماعد ينصف الشي اللي يعزيك به الشي إنه بعد ساعات أو يوم تطلع الطائرات من مطار الشعيرات وتصوير كأنه شيئا لم يكن جرافات العمل الله يرحم الشهداء اللي راحت طبعا لولا تضحياتهم لولا وجودهم كان صار أكثر من هيك الله يرحمونك اليوم شكرا شكرا شكرا